صباح النور والسرور شو نحوي لكم يا لبنيت انشاء الله يارب تكونوا في خير و نعم نسي الكل رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وروتين جديد انشاء الله يارب يعجبكم الحقيقة روتيني اليوم خيف ضريف على القلب موش بش يقلككم برشا المفيد يا لبنيت حبيت نصبح عليكم هكا بصورة البراءة والناقاء والصفاء وكل شي متوفر في الطفولة حبيت نصبح عليكم هكا بمنظر سمح كي مريتو لما حال المنظر موش سمحكم يلفو خطر بنتي كانت قيل بالدنيا في بيت اختها في بالي البارح نظمتها ومرتاحها وقلت اليوم باش نطوي جوست الكوبرتات ووكها ومانش بش نعمل حاجة كبيرة يا اخي قلبت لي هكا الدنيا فرطت لي الكتب وكل شي وكلوراق الملونة وكلورقة خرمتها في بلاسة ايه ما قلتش بش نعمل هيا تونحطها الهنا في الفسالة خليها تلعب ونمشي نبدا في الروتين المفيد يا لبنات دي ما ما ننسوش بش نصلوا على سيدنا اني بيقبل كل شي اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد افضل الغلق وعلى ايلي واصحابي اجمعي بي يا لبنات كي ما قلتلكم اليوم الحقيقة روتين خفيف ما عنديش برشا قضية الروتين هذي بديتوا بعد نص النهار الصبحيات خرجت عندي وصلة ضرورية مشيتها وروحت مع الحديش الحديش ديريكت اليوم بنتي في النهار هذي اني ستهم قلت لهم بش يجور مادة الساعة ما يجوش نص النهار استغليت الفرصة معناها وخرجت خليت بناتي في الدار ومشيت اقليت شهوري ووجيت جيت مع الحديش وليت قلت خليني ننظم البيوت بحكم مسايقين كيف البرح في الليل ما عنديش معناها حاجة بش ال اكلي بش اتعبني وإلا بش نبقى ننكنس ونمسح وكل شيء جوست بش نطوي الحواج البرح برك مسايقين البيتات الحمد والنظاف اذيك الحاجة اللي مفرحتني هي لبنات ومشيت طيبة الاغداء وغديت بنتي وبعفتها ووكهول هنا الروتين راهو مش هدليش برشا لحقيقة في ساعة في ساعة كملت ديجا منيش مسرحتوا برشا الفيديو بش هكيكة منطولش عليكم الفيديو ونعمل معاكم حاجة خفيفة اليوم يزيكم معنا يكون نهارة نقولت راني الحقيقة سيقت معنا هلا السالة وصورت معاكم الفيديو وكل شيء اما قلت خليني نهار نعمل لكم روتين خفيف ونهار روتين قوي بش هكيكة يصير فهمة تنوية معناها في القناة باية لبنات ما صورتش معاكم لغداية الحقيقة عملت كناف ما نعرش برشا الكنيف نحسوا اسمه غريب على برشا عباد تقولوا من الكثارية معناها معروف فرفوشة كسسي بالبس بأس اما نحن في المنطقة اللي نحن نعيشوا فيها نسموه اكنيف اللي هنا نلقى والدي جيب داك القجر القجرة داك مسكر عندي برشا محلته لغداية الحقيقة لقيت فيه البلان متعدار جديدة الحمدولله على كل حال وكهوية البنات هاني حبيت نوريهولكم متفكروا معي الدويرة وكل شيء والله يوجعني قلبي على الأخري يا البنات كنشوف البلان هكي ونشوف دويرتي معناهم سكنها حد اخر معناها منش سكنينا نحن ايمل الحمدولله على كل حال بيها في السياق هذي حبيت نجيب متطبع فم متطبع عملت لي كومنتير بليتو مش بحثت لي هذي الصورة متاع الدار تروادي هذي شكل الدار ما زيلت ما دهنتش الدار راهي هذيك عليش مش ومصورتها لكم مش ديجا من بره للكل بيش تشوفوها اما هذيك الشكل متاعها ان تروادي بيها البنات فم متطبع قلت لي شوفت لك فيديوهات قدوم راني جديدة في القناة والله سمحني مانيش فاكر اسمك اما هاني تفكرت توا تعليقك كي شبتت البلونت اعداء قلت لي راني تفرشت لك على فيديوهات قدوم كنت في دارك وتوا ما عدتيش فيها عليش بيها البنات واخر مرة باش نحلوا القوس هذيك ومعناها نحب نحكي فيه خطر معناها صي معاش نحب نتفكر ونوجع قلبي شوي بيها البنات الدار بعيدة في بلاسة بعيدة بعيدة من هنا معناها بعيدة على داري هذية بعيدة على سيوباريت بعيدة على دار رحمتي معناها بعيدة على دارنا لحقيقة انا ما كانش عندي مشكلة بيش من يكذبش عليكم هاني نتحرك معناها نلزل روحي ونخرج معناها نحط بنتي في البوسيت ونخرج نقضي اشواري لكل اما لحقيقة زوجي تعب في المشي والجاي برشا والدار بعيدة والمصروف الكرهبة برشا ومعناها كلي مش كما يبدأ في الدار كما يبدأ في الدار هذية ساعة على ساعة وقت اللي يبدأ يفطر ما يخلطش معناها باش جيه كاميون متاع سلعة ولا حاجة ديريكت يكلموه يولي قص على فطوره ويجي لهنا مش كيف معناها يهبط ديريكت الكاميون بجنب الدار ديريكت يهبط يقضي اشوار ويرجع مش كيما يجي من غادي يخلي فطوره وكل شي يجي يجيه مزن بارد حشيكو ما عاد فيه ما يتداكل من يجيه 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 لكي نجم تصور اختي اكيد دورة وضحت لك الصورة بالجداء بالجداء بعيدة الدار والواحد ماذا بيه يختار راحته النفسية ونحنا اخترنا راحتنا في الاخر واكيد راحتي راهي بش تكون من راحت زوجي مانا حتى كان ما كنتش حابة نحول ونرجع لهنا وكل شي كي يبدأ زوجي حابب يحول ويحب يرتاح فبش نخليه يرتاح مانيش بش نعارضه معناه المفيدية البنية ان شاء الله نكون جاوبة على باستخدام التعليق بصورة واضحة نرجع لفديو انا اتوى كي مريتو يا لبنات نظمت البيتا وتويت الكوفيرتات لا نمسحت شيء محلاه احساس لقد شغلتها تطوي الكوفيرتات وتطوي صابون اذا كان عندك وتخرج لتكنس لا تمسح لحدشيء ولا توجع راسك بالحق احساس سمح اه ما ما دوم مش برشا بالبنات كي مريتو الهنة جبت الصابون هدية اغسلته البارح واغسلت الاريدويت ديجا مركبته مش معاكم امس ولامس معناه خطر الفيديو هدية متصور امس ديجا اه فاغسلتك الاريدويت واغسلت الحويج وانشرتهم البارح الصباح دوبل قمنا قبل ما نخرج طلعتهم الاسطاح انشرتهم للشمس معناها واجهتهم للشمس شوية ووكهو كي جيت ديريكت هبطهم واجهت الهنا وطويتهم وستويتهم وباش نحطهم في بلايسهم كي مريتو حطيته في القردروب وحوايج ابنتي حطيتهم في البانو هذيك باش نهزهم كل واحدة نحط الحوايجها في بلاسة وكي مريتو والدي جاء جت نص نهار والدي روح والدي تعطيته تبديله باش يبدل حوايجه في الغادي ما انا قلت له برا امشي بدي في بيت اختك الهنا قاعدة نصور نديه يا البنيت الهناي ركبتوا دجار اريدو صيي ندمت على حاجة يا البنيت اني ما متلوش حديدة حسيتوا فيه برشة عكريشيت من من الغسيل ان شاء الله طول اللي يميت جاية نحيه ونعمله حديدة على غالب مغصورة بشوية وقت ان شاء الله المرة الجاية على فضاء ووسع ان نحددهم مع اريدوين كاوي يا البنيت وجيت لهنا باش ان انريق البيت بنتي كيف كيف هاكم كما تشوفوا خايدة ودخلتها بنتي بعضها كما تشوفوا اخذروا الوكتب والقصص والحاجات لكل جبدتهم من البرا حتى باكل وراق الملونية لبنات جبدتهم وفرطتهم حلات وفرطتهم كل ورقة وحدها هاش باش نعمله بربي قلت لي متتبع ما عادش تقولها القردة صغيرة باي سيدي بايش قردة اما عميال فعميال قردة ااااااااا قر phosphat معناها نقولها بمحبة كلمة قردة لن نقولها قردة هكيكة غشة ولا قردة اما بدلالة فهمتوا كاي ويالبنات جيت ديريكت لميتهم كيف 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 الهناء نطوي لحويش الهناء بنتي باش نعود ان نركب الهلوس اللي غسلته مع الريدوات اللي نحيته من هنا خطر الملح فما تركحش كي ما يلزم معنا هي لزم يكون نهار نعود نستويه فقلت خليني نركب الهلوس هو دي جا تغسل ومر واضحة فباش نحطه تشمس بارد 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 ما نحكي لكم بش برود يضرب في العظم بالحق اللي يلقى بش نوه يواجي العظم يواجيه خاطر الحقيقة البرد يوغتل اه لهنا كما تشوفوها ما نعرش وقت اللي ان نريقل في الريدو فما مريول لابيث لابسها علوشها تحت التوني بش النجم نحرك معناها سينو التوني هذي وحدها ما تعملي حد شاي الدنيا باردة 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 توغتل والتي تلبست على الوشة معناها البولير هذوكم دفدوفة على الاخر وقميم فما برد اما مشكيمة مشتضحكوا عليا يا لبنائت تقولوا لي لابسها دفدوفة وتقول حسب البرد والله يحسب البرد يا لبنائت اما كهوو معناها ما عش نجم نلبس اكثر من هكيك حتى المرض يمرضني كهوو اليوم جبت الغلافات متاع المخادر بش نبدلهم وكهوو هذي دي جا ركدت عليها البارح حتيتها بش نعمل لها تمسميسة بالكامل بش نعمل حتى شيء اخر اليوم هذا الروتين اللي عملته من بعد الروتين هذي دي عاودت سيقت بيت الصالة سيقتها بالعشية ان شاء الله الفيديو متاعها بتلكم غدوة كان ناحيانا ربي وما عملتهش بها لانترنت خطر الانترنت اللي يميت هذي دي جا ركدت علي نبدل منتج في الفيديو اصباح ما يتصب لي كان لعشية معناه فهمتو نحب ان نعمل وقت معين معناها دي ما نهبط في فيديوهات لكن الانترنت شاي يلزمني على قليل نصور زوز فيديوهات في النهار بش نوصل معناها منهبط في الوقت اللي اللي حاشتي بيه سينو ما نش بش نخلط ونالحقيق المسئوليات وصغيرات وكل شيء ما نخلطش معناها بش نصور زوز فيديوهات في النهار والله يتواولي تساعة ساعة نتفذو على حاجة خطر بالحق ما نخلطش لازيت الروحي برشة حتى يدرج أو حدا فريقك برشة ملفة انا شبش نعمل لبنت هذا كهوه يعني نعمل لنقدره على لي زاده منش بش نقط الروح كهوه ايه 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 بلد روحه الفريق كنت تبادلت لها حواجهة وخليتها يا اخي لحقتني ديريكت للبيت كملت نظامة البيت وجيت الهنات بش نركب الاريدو الهناكي في الاريدو بنتي لقيت اللامبولة نقباته خطر المسلين الارغانزا بليتو الارغانزا محطوط على اللامبولة بجنب اللامبولة ومفي باليش معناها اللي سخنت اللامبولة تنجم تحرق الاريدو اما عمل لي نقبة معناها تحرقت اما الحمدول لجت في الطويات وجت الفوق برشا متبين اش كهو نظمت الاريدو ستويتو بش جيريكت نجبد السيبور ونحط فيه الاريدو ونرجع البلاستو كهو يليبنيت ونكم كملت تقريبا اروتين مش مش نعمل برش حاجات اليوم كي ما قلت لكم بليتو الصبحي يقتن بعض لغديراني سيقت السالة وكهو اما علتني على الاخري يليبنيت وسقيا واجعوني معناها بالحق من الماء اما ما عندي حط حال ضروري معنا هي تبلو تتبل رجلي كهو كملت ركبت الاريدو تاو باش نسكر البيب ونستفيه ونوريكم الشكل النهائي معناها متاع البيت بعد ما اركبلها الاريدو صي ها وشوفوا يليبنيت الصغيرة هذية عاودة رجعت لنفس البلايسة مش بش تفرطها كالدنيا هذي شكل النهائي متاع البيت هم بعد مركب بريدو عالفكري يا لبنات والله حسيت البيت هذية مش رها اكثر معناها البيت بنتي ويل متل بيت هذي اكثر من بيت ولدي اقبل مني كانت بيت ولدي لهنا منارش نحسها ما هي شكل كل شفتوا يا لبنات الزيوت هذية الكل هذية جبدت بنتي دبوز تسيرومة متاع اختها الصباح عام بش نوري هي لكم توا وكبت منها برشة معناها في كل بلاسات قطر لي قطرة هردت لي الكليم والله مني عارف شنو بش نعمل معناها كنت كان مشكلتي في بقعة واحدة توا ولوا عندي برشة بقعة منيش عارفة شنو بش نعمل هذيك ال دبوزة الروز هذيك هي اللي كبت لي منها بلحق مانيش عارفة شنو بش نعملو بش نعملو بش نعملو بش نعملو بش نحاولو ان شاء الله ينضع في بركة كهو حبيبيتي الهنا نكون وصلت بكم من نهاية الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم يكون نعجبكم وكهو حبيبيتي دمتم في امان الله وبسلامة